الدولة المصرية من جديد أصدرت بيان وضعت فيه النقاط على الحروف بخصوص الملاحة في قلب قناة السويس ومرور بعض السفن سواء إذا كانت أجنبية بشتى أنواحها أو إسرائيلية أو عربية أكدت أن فيه اتفاقيات دولية بتحتم على الدولة المصرية ألا تمنع مرور أي سفينة بالإشارة طبعا إلى الكثير من الحملات الدولية التي تم شنها في مواجهة مصر خلال الأيام الأخيرة ديت سواء إذا كان السفينة كاثرين اللي ادعى البعض أن هي رسيت في قلب ميناء الأسكندرية فنفت الدولة المصرية كل ذلك وقالت أن هي عبارة عن افتئات وأكاذيب بتروجها عناصر جماعة الإخوان الإرهابيين وبعض الدول اللي بيحاولوا يصفوا حسابتهم مع الدولة المصرية منذ ساعات قليلة أصدرت هيئة قناة السويس المصرية أيضا بيان مهم للغاية حوالين مرور بعض السفن في قلب قناة السويس واحتجاج البعض ولا هذا البعض ادعى لماذا لا تقوم الدولة المصرية بمنع هذه السفن من قلب قناة السويس مصر أصدرت بيان وضحت فيه الرؤية للجميع طبعا ملاحظ أن في حملة شرسة جدا تمشنها ضد الدولة المصرية وعلى الرغم من أن الجيش المصري نفع جملة وتفصيلة أن السفينة كاثرين فرغت الشحنة بتاعت المتفجرات المتوجهة لإسرائيل ورغم ذلك سبحان الله يقولك أهو ده الناس صوروا بنفسيهم الموبايلات والسفينة بتمر من قناة السويس قناة السويس لا تملك الدولة المصرية أن هي تمنع منها أي سفينة تمر بما فيها السفن الإسرائيلية لأن ده سعدتك أساسا ممر ملاحي دولي يعني مش بمزاج الدولة المصرية لأن هناك قوانين دولية تؤكد على ذلك وتمنع الدولة المصرية من إغلاق قناة السويس أمام أي سفينة بالمرة الناس اللي صورت بعض السفن أو الكلام الفاضي ده كله مجرد سفن ممكن تكون سفن أجنبية أو سفن إسرائيلية مرة من قناة السويس وبالتالي ده حق أهل قانوني الدولي كون أن بعض الناس اللي مش مصريين مش عجبهم الكلام ده يمسكوا بنادق ويطلعوا على غزة ويروحوا يحاربوا لأن مصر مش هتحارب نيابة عنهم ومش هتأتمر بأوامرهم كون أن الخوانة والإرهابيين مش عجبهم الكلام ده يخبطوا دماغهم في أقرب حيطة يشكلوا جيوش ويروحوا يحاربوا هما والدول اللي هما فيها أو بعض الناس اللي بتهاجمنا وبتهاجم الدولة المصرية يروحوا هما والدولة بتاعتهم على قطاع غزة يتفضلوا يحاربوا الكلام ده طبعا بنقوله تعقيبا على الحملات الدولية اللي تم شنها في مواجهة الدولة المصرية يا خوانة يل صفاتكم حسن إذا كانت الدولة المصرية خائنة فماذا عنك أنت ودولتك عملتوا إيه؟ على العموم خلونا نعرف التفاصيل الكاملة والتطورات في هذا المجال خلال الحلقة دي وقبل ما نبدأ شيروا لك للفيديو ده بكم منتك الجميل أنا أحمد عبدالعيدي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم يعني في مثل شعب مصر اللذيز أوي ينطبق على هؤلاء الخوانة والإرهابيين الذين يقومون بتخوين الدولة المصرية واحد حلف وقال علي الطلاق من مرات أخوية أو من مرات واحد صاحبي طب أنت بتحلف بالطلاق على مرات صاحبك ليه؟ على الرغم من أنك أنت لا تمتلك ذلك أنت دلوقتي وهؤلاء الخوانة والإرهابيين اللي هجمونا وهجموا الدولة المصرية على الرغم من أنهما مش مصريين أنت ليه بتطالب الدولة المصرية أن هي تحارب نيابة عنك أنت ودولتك؟ ما تقول للنظام بتاعك يروح يحارب ولا تروح تمسك أنت البندقية وتروح تحارب هو مطلوب أن دولة تانية هي اللي تحارب نيابة عنك أنت ودولتك هذه هي واحدة الحاجة التانية أنت بتزايد على الموقف المصر وموقف شعب مصر ليه؟ الحاجة التالتة طالما أنك أنت راجل غبي وجاهل وما تعرفش أساساً القوانين الدولية المنظمة لحركة الملاحة في القنوات اللي زي قناة السويسيوب أنت تتليه على عينك أنت ودولتك اللي أنت جاي منها وتقعد ساكت طبعاً اللي حصل تم شن حاملة دولية في مواجهة الدولة المصرية بخصوص سفينة اسمها كاثرين كل دول العالم رفضت وقفها فيها إلا أن مصر استقبلتها في اسكندرية وفضت الشحنة بتاعتها ووجهتها لإسرائيل سؤال طيب هي السفينة دي جات منين؟ طيب بدل ما ترسوا في اسكندرية ما تروح ترسى أساساً في قلب إسرائيل رقم ثلاثة دول العالم كلها رفضتها تضامناً مع الشعب الفلسطيني ووقفاً ضد إسرائيل يا حلولي فأمارت هي حالتها أنت وهو لأ ومنظمة العفو الدولية أصدرت بيان إزاي أن مصر تستقبل هذه السفينة والسفينة دي ممكن إسرائيل ترتكب بها أعمال ضد أطفال فلسطين وضد الفلسطينيين يا رحمك أنت وهو منظمة العفو الدولية التي لم تصدر ثم التقرير طوال السنة اللي فاتت والشعب الفلسطيني بيتأتل وأكتر من خمسين ستين ألف فلسطيني نصهم أطفال بيتدبحوا وبيتأتلوا أسفل سامع وبصى منظمة العفو الدولية والمنظمات الأممية جاية النهاردة تصدر تقرير تحتاج على الدولة المصرية عشان استقبلت سفينة بزعم أن السفينة ديت هيتم استخدامها ضد الشعب الفلسطيني أليس فيكم رجل رشيد منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية أصدر التقرير في ذات الوقت اللي احنا فجئنا فيه بأن الحملة الدولية شارسة جدا في مواجهة الدولة المصرية بطريقة مشبوهة كل دمع اللجان الإلكترونية ولجانها وأولئك الخوانة والإرهابيين اتجمعوا معا المصلحة مشتركة الحق حرصا على الشعب الفلسطيني مصر عملت كذا 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 فاحنا بنحذركم يا جماعة كل الناس وكل الأطراف اللي اشتركت في هذه الحملة من المتورطين أساسا في دعم الكيان الإسرائيلي فأنت جاي تزايد على مصر وموقفها المتحدث العسكري المصري في بيانه المنشور على صفحته بمنصة فيسبوك كان أصدر بيانه وأعلن فيه أن تنفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تدوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوعة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلها بعض الخوانة بعض الإرهابيين بعض الفاسدين الذين يزايدون على موقف الدولة المصرية وعلى موقف قناة مصر أيضا لأنه هم هجمونا قال لك إذا كان الشعب المصر مصور السفينة دي وهي في قلب قناة السويس ثانية واحدة مش أنت كنت بتقول إن هي رسيت رسيت في قلب اسكندرية يا حالتها أنت وهو طيب إيه اللي جابها من اسكندرية وهي مرة من قناة السويس يعني رحت اسكندرية ثم مرت من قناة السويس رحها فيه طيب لما هي رسيت في اسكندرية رحت قناة السويس ليه يعني مش كان الطبيعة والمنطقي رسيت في اسكندرية يبقى بدل ما ترسو في اسكندرية كانت تروح على طول إسرائيل هذه واحدة الحاجة الثانية رسيت في اسكندرية عشان تعمل إيه؟ ثم رحت قناة السويس والناس صوروها من قلب قناة السويس إزاي؟ بناء على أي أساس يعني إلا أنا أعرفوا أن رسيت في اسكندرية يبقى بعدها مباشرة هتروح على إسرائيل إنما رسيت في اسكندرية ثم مرت من قناة السويس فالشعب المصري زم هم بيقولوا يعني صورها السور دي كلها على بعضها أساسا من فترات سابقة سفن إسرائيلية بتعدي في الأيام الطبيعية وحتى لو عدت دلوقتي مش من صلاحيات ولا من حق مصر أن هي تمنع أي من السفن الإسرائيلية بالمرة أن هي تعد مش من حق قانونيا وده اللي إحنا هنعرفه دلوقتي كل الصور اللي استعانوا بيها يا إما صور متفابريكة يا إما صور أساسا متصورة من سنوات طويلة جابوها أو استدعوها من قلب الإنترنت وقال لك أهو الشعب المصري نفسه الشعب المصري العظيم هوته هو مصور السفينة في قلب قناة السويس إيه اللي ودى السفينة قناة السويس المفترض جدلا إن السفينة دي طراحة الإسرائيلية حلتها أنت وهو اللي ودها قناة السويس والشعب المصري مصورها الصور دي صور أديمة لا علاقة لها بالواقع حاليا الجيش المصري أكد أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل وأهابت القوات المسلحة بالجميع تحرد دقة فيما يتم تدوله من معلومات وتؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزودة عن شعبه العظيم حتى أن مصدر مصر رفيع المستوى قال لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الأسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل موادع أسكرية لصالح إسرائيل طيب أنت عاوزين أكتر من كده روحهمك أنت وهو عاوزين أكتر من كده إيه يا شلة الخيانة والعار عاوزين أكتر من كده يقول لك لا 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 كدبين طيب أنت بقى مطلوب أنك أنت تصدق أسيادك اللي لقنوك التعليمات اللي أنت تروجها على السوشيال ميديا ده حدوتة تانية ما تتهمش وما تزيدش على قناة مصر ما تزيدش على الدولة المصرية وضرها اخبط دماغك فأقرب حيطا مش عاجبك روح أنت ودولتك روح حربه نيابة بقى عن مصر ما أنت بتزيد يا رحمك أنت وهو في مواجهة الدولة المصرية دولة المصرية مش عاوزة جزاء ولا شكورة وما فيش حد يزيد على موقفها الدعم للشعب الفلسطيني وإلا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي باع القضية وما كانش حد هيحس بذلك وكان هياخد مقابل ذلك حوالي تريليون دولار هيصفي بيها ديونه تماما مقابل أن هو يوطن حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني في قلب الدولة المصرية وما كانش حد هيحس بيهم زيهم بالضبط زي التسعة مليون شقيق عربي الموجودين في قلب الدولة المصرية ورغم ذلك رفض وأعلن قال إن أي مخططات لتصفيت القضية الفلسطينية نحن ضدها رغم أن مصلحة مصر وشعب مصر ورئيس مصر أن هو يصف القضية الفلسطينية وشكرا فأنت جاي النهاردة يا حالتها أنت وهو تزيد على مصر وتهاجمنا وتهاجم قناة مصر طبعا مجموعة الخيانة والعار قضين فلوس ويقول لك يا أحمد عبدالهدي أنت مطبع أنت عميل من العميل اللي فيها تجيبه فيك الوحدة التي تمارس الضعارة دايما على طول تتهم الشرفاء والشريفات بأن هم اللي بيمارسوا ضعارة ليه اللي فيها بتجيبه فيك شوية خوانة وإرهابيين انتشروا على السوشيال ميديا مقابل حفنة دولارات مغموسة بالدم بدأوا يهاجموا ستهم وتجرسهم الدولة المصرية الجيش المصري قال أو اللي بتاع مصدر رفيع المستوى قال أن الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المنهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصر التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني النهاردة أو منذ ساعات قليلة هيئة قناة السويس المصرية أصدرت بيان بعض الناس قال لك ما هو فيه سفن إسرائيلية بتعدي من قناة السويس طبيعي ما تعدي لا حقها مصر مش من حقها أن هي تمنع أساسا أي سفينة من المرور في قلب قناة السويس تام مر ملاحي دولي هيئة قناة السويس ردت على تساؤلات تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي بسمحها للسفن الحربية من مختلف الجنسيات بعبور المجرى الملاحي للقناة قالت في منشورة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ردا على ما تم تدوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حوالين قيام هيئة قناة السويس بالسمح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة بما فيها الإسرائيلية دا من عندي أنا يعني هي ما ذكرتش كده بما فيها الإسرائيلية مش من حق مصر أنها تمنعها عاوز تمنعها يا حالتها أنت وهو أما تيجي عند الدولة بتاعتك من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي تؤكد هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم وقالت في المنشور بتاحها عبر السفن الحربية القناة السويس يخضع لإجراءات خاصة وقال بيان الهيئة اتفاقية القسطنطينية التي وقعت سنة 1888 ميلادية رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي والتي عبرت عنها الاتفاقية في مدتها الأولى بالنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها يعني مش من صلاحيات الدولة المصرية يا حالتها أنت وهو والكلام موجه للجانة الإلكترونية اللي بتصطد في المية العكرة مش من صلاحية مصر أن هي توقف مرور هذه السفن بالمرة هو ده موقف الدولة المصرية مقتنع خير وبركة مش مقتنع إن شاء الله عنك مقتنعت مش عجبك اخبط دماغك في أعرب حيطة وروح أنت ودولتك رحوا حربوا المسافات قدامكم ما تزايدش على موقف ستك وتجراسك الدولة المصرية اللي عمر ما فيه حد فيزايد على موقفها مصر أول تعليق لقناة السويس على سمحها بعبر السفن الحربية من جنسيات مختلفة مصر تفاصيل رسو سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل في الأسكندرية بعد نفي الجيش هذه المزاعم طبعا اللجانة الإلكترونية سواء إحنا أقنعناها أو ما أقنعناهاش فهي مستمرة لأن ده عمر طبيعي هم بياخدوا فلوس مقابل الترويج لهذه الأكاذيب تلاحظوا حضراتكم أن هذه الأكاذيب انفجرت دفعة واحدة اللجانة الإلكترونية لجماعة الإخوان اللجانة الإلكترونية لكل الخوانة والإرهابين اللجانة الإلكترونية القديمة من تل عبيب اللجانة الإلكترونية التابعة للكثير من الدول الغربية منظمة العفو الدولية وسائل الإعلام الغربية التي يسيطر عليها اللوبيات اليهودية كلهم دفعة واحدة في ذات الوقت انفجروا مصورة صرف صحي انفجر الدفعة واحدة في مواجهة ستهم وتجرسهم مصر أنت بتزايد على مين قضف إلى ذلك كل ذلك أليس فيكم رجل رشيد؟ ما لاحظتوش أن كل ذلك انفجر دفعة واحدة؟ هؤلاء الخوانة واللجانة الإلكترونية اللي بيقولوا إزاي أنك أنت بتدافع عن مصر والكلام ده كله على الرغم من أن الشعب المصري هو اللي مصور السفينة وهي في قلب قناة السويس هذه الصور يا حالتها أنت وهو من سنوات سابقة موجودة على الإنترنت على الإنترنت بالطرناطة على رأي المصريين سهل جدا أنك أنت تجيب نموذج منها زي ما عملوا بالزبط في أحداث دولة السودان إلحقوا الجيش المصري بيدك بيوت السودانيين وأتل السودانيين لدرجة أنه هما استعانوا بعض الصور وجات بنفس الطريقة هذا الصور هو أحد قيادات الجيش المصري وحواليه قيادات الجيش السوداني بينصقه على أساس أنه هما يدمروا السودان ويطربقوا السودان على دماغ السودانيين الصورة حقيقية بس ساعدتك من مناورات مشتركة قبل كده بتلات أربع سنين جابوا الصورة الحقيقية وفبركوا حواليها حقائق وأكاذيب من وجهة نظرهم نفس المسألة دي بعد الصور جات إيه والمصريين في سفينة رفع علم إسرائيل وعملين كده الصور ديت منذ عدة سنوات أنت جابها النهار ده عشان تدلل عليها أن ديها السفينة كاثرين إيه اللي ودت السفينة كاثرين أساساً في قناة السويس أنت بتقول أن هي أساساً راحت إسكندرية أضف إلى ذلك أن هي راحت قناة السويس هنفطرت جدًا أنها بدأت بقناة السويس فراحت إسكندرية ثم راحت إسرائيل الأفضل أن أنا أروح شمالاً ولا أروح مباشرةً على إسرائيل فوراً ألا أنت مودها إسكندرية ليه؟ الجيش المصري نفع يا أخواننا ما حصلش ما جاتش ما فيش كل الكلام ده كل يقول لك لا 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 ده الشعب المصري مصور السفينة بالموبايلات بتاعته يا رحمك أنت وهو والكلام موجه لعناصر الخيانة والعار الدولة المصرية مش في حاجة أن حد يزيد عليها موقف مصر واضح جداً تقتنع؟ خير وبركة ما تقتناشي؟ إن شاء الله عنك ما اقتنعت بس ما فيش داعي أنك أنت تزايد على ستك وتجراسك مصر وخلي دولتك تحارب بقى نيابة عن الدولة المصرية طالما أنك أنت عامل فيها عن طر زمانك تحارب بقى نيابة ترجمة ترجمة نانسي قنقر شكرا